ثلاثة أعوام والنازحون أصبحوا على مشارف العام الرابع وهم يزالون داخل الخيام في أطراف مدن محافظة صلاح الدين ممنوعين من العودة إلى مدنهم الرئيسية التي نزحوا منها بسبب رفض جيرانهم عودتهم إلا بدفع الدية نحن ما نفعله؟ إذا داعا يخلقنا وليس داعا يرجعنا إلى بيوتنا نصر لنا ثلاث سنوات مخيمة الحردانية إنهم سكان أطراف بلد وكذلك الحال بالنسبة لأطراف تكريت وطوز خورمات وسامراء كثير من النازحين لا يزالون مرفوضين وممنوعين من العودة حتى رغم عودة أغلب نازحين نينوى والأنبار ومحافظات أخرى جرت فيها معارك مشابهة نحن مخيمة الحردانية نازحين من منطقة جوازرات مناطقنا محررة صار لها ثلاث سنوات محررة وعدونا على 15-11 رح يرجعوننا دانشوف وعدهم هذا مثل قبل وفعلي صحيح رح يرجعوننا هاي أطفالنا حاليا تصرفاتها صارت قريبة عجيبة ريد نرجع لبيوتنا نقعد حتى لو جوا الشجار نبنى هاي الخيام مالتنا إذا لقنا بيوت أو لا ما لقنا بيوت إنه رح نسوها الخيام مالتنا ونقعد بيها شون إذا نبنى إحنا صار لنا ثلاث سنوات بزعنا حتى صار بنا مرار وصار بنا كل شيء إشكال دينا صارت عندنا ما عادر نتحمل وإن نمشينا شيء نريد بس نرجع للدار بس إننا أخذها الخامة نحطها بل مكاناتها بجوازات ونقعد كل شيء ما نريد تقول محافظة صلاح الدين إنها ستعيدهم منتصف الشهر الحالي لكن النازحين يشعرون بعدم رضا خصوصا إن العودة تتكرر كل عدة أشهر من دون تنفيذ على الأرض للشرقيين يوز عثمان الشلش صلاح الدين